اشتركوا في القناة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون يشرف على حفل تخرج الدفعات بالأكاديمية العسكرية الرحيل أو الرئيس الراحل واري بومدين بشرشال عقوبات مشددة تصل إلى عشر سنوات سجنا للذين يقدمون بيانات ومعلومات مزورة في ملفات الحصول على سكنات عدل ثلاثة فرنسا تنفق المليارات بحثا عن المجد الأولمبي وصعود اليمين يثير المخاوف من مجريات أولمبياد باريس الفين واربعة وعشرين أهلا بكم مجددا إذن أشرف رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني سيد عبد المجيد تبون اليوم بالأكاديمية العسكرية لشرشال الرئيس الراحل هواري بومدين على مراسم حفل تخرج الدفعات لسنة الفين وثلاثة وعشرين الفين واربعة وعشرين وجرت مراسم حفل التخرج بحضور كبار المسؤولين في الدولة وذباط ساميين في الجيش الوطني الشعبي وبعد استماعه بالقاعة الشرفية إلى عرض عن مصاري التكوين بالأكاديمية والدفعات المتخرجة التي حملت اسم المجاهد الراحل العقيد يوسف الخطيبة أشرف سيد رئيس الجمهورية على الحفل التقليدي السنوي لتخرج دفعات الضباط والتي تضمنت كل من الدفعات الخمسة والخمسين لطلب الضباط العاملين تكوين أساسية الدفع سبعة عشر تكوين عسكري مشترك قاعدية وأكد دفع ثامنة لضباط المستر منهم أول دفعة من الضباط النساء لصالح قيادة القوات البرية من جهته ألقى رئيس أركان الجيش الوطنية الشعبية الفريق أول سعيد شنغريحة بمناسبة حفل تخرج دفعات الأكاديمية العسكرية الرئيس الراحل هواري بومدين اليوم كلمة استهلها بشكره وامتنانه لسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني لإشرافه الشخصي على حفل تخرج دفعات من الضباط مشيرا بالعناية الفائقة والاهتمام المتواصل الذي تحظى به الأكاديمية على غرار مختلف المدارس التكوينية للجيش الوطني الشعبي الجزائر كانت ولا تزال عامل استقرار وأمن في محيطها الجيوسياسي وذلك بالنظر لتوجهاتها السلمية وعقداتها القائمة على حسن الجوار والتعاون والتضامن ونبذ كل شكال الهيمنة والطغيان والتعدي على سيادة الغير والتدخل في شؤونه الداخلية في هذا الصدد أبدت بلادنا تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية جهزيتها الكاملة للمساهمة في المجهود الدولي الإقليمي لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة بكل أنواعها والهجرة غير الشرعية لا سيما من خلال التزامها بتأمين أواصر التضامن البيني وتطوير قواعد وأليات الأمن المشترك في سياق آخر أكد المدير العام لسونتراك رشيد حشيشي اليوم أن مكافحة الجرائم السيبرانية موضوع جد مهم يستوجب تكاتف الجهود لإدارة الوضع الحالي في ظل تطورات الرقمية التي يشهدها العالم تقرير سيلي عفرون أصبحت قضية الأمن المعلوماتي السيبراني من التحديات الكبرى على الصعيدين الإقليمي والعالمي لا سيما مع تزايد التهديدات الأمنية الإلكترونية في العالم والجزائر كغيرها من الدول تسعى للمضي قدما لحماية منظوماتها المعلوماتية من خلال العديد من الأجهزة الأمنية وضع استراتيجية جديدة في ظل التطورات الرقمية التي يشهدها العالم وتسعى المؤسسات الوطنية إلى حماية أمنها السيبراني على غرار مؤسسة سونطراك التي اتخذت عدة إجراءات في هذا الشأن حيث أكد المدير العام لشركة رشيد حشيشي أنها ملزمة اليوم أكثر من أي وقت مضى باتخاذ التدابير اللازمة لحماية منشآتها ومستخدميها وذلك طبقا للتنظيم الساري المفعول وتطبيقا للأنظمة المرجعية الوطنية الدولية في هذا الشأن جرائم عديدة تمس بهذه المؤسسات الاقتصادية واليوم صار لزم اتخاذ التدابير اللازمة المتعلقة بالأمن السيبراني في المنشآت الصناعية وتخصيص الميزانيات الضرورية لذلك كما أكد حشيشي أن الأمن السيبرالي لا يقتصر على تأمين بيئة تكنولوجيا المعلومات التي تدير البيانات والتطبيقات بل يمتد بشكل خاص إلى تأمين بيئة التكنولوجيا العملاتية التي تتحكم في العمليات والتجهيزات والمنشآت الصناعية وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تابون قد أسد تعليماته خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ الثاني عشر من سبتمبر 2023 باستحداث مدرسة وطنية عليا للأمن السيبراني بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني لضمان توحيد الجهود ومضاعفة الفعالية في هذا المجال الحساس من أجل تحصين الأمن الوطني القومي إذن قبيل بداية عملية التسجيل في برنامج سكنات عدل ثلاثة الجمعة المقبل حذر قضاة بمجلس قضاء الجزائر المواطنين من جميع تجوزات متعلقة بالتزوير في الرخص أو الشهادات أو وثائق الإقامة وغيرها للحصول على السكن والتي تؤدي بصاحبها إلى حقوبات مشددة تفاصيل أكثر مع أمينو كالي شرع العد التنزلي لانطلاق عملية التسجيل في برنامج سكنات عدل ثلاثة وتجنبا لظاهرتي التزوير واستعمال المزور التي استفحلت مع التدور التكنولوجي وساهمت في نزع الحقوق ومنحها لغير مستحقها فحذر قضاة بمجلس قضاء الجزائر المواطنين من جميع التجوزات المتعلقة بالتزوير واستعمال المزور في عملية الحصول على السكن والتي تعرض صاحبها إلى عقوبات مشددة تصل إلى عشر سنوات وفقا لما ينص عليه قانون رقم 24-02 والمتعلقة بمكافحة التزوير واستعمال المزور الدولة فعلت البطاقية الوطنية من أجل غربالة كل الملفات المتعلقة بطلبات السكن وبالتالي لما تقوم الدولة بدراسة الملفات المتعلقة بطلبات السكن أكيد ستجد الكثير من الشوائب وفي الحقيقة لا يمكن ضمان أن تكون برنامج على تلاثة خالية من كل أشكال التزوير ولكن المواطن لما يعلم أن قانون 24-02 قد شدد في العقوبات المتعلقة بمظاهر التزوير واستعماله نقول أن الردع هو وسيلة من الوسائل التي تثني الشخص على القيام بفعل مجرم قانونا القوانين الأخيرة للتزجيل في عدل ثلاثة أو بالأحرى التزجيل الإلكتروني وهل هذه العملية ستمنع تزوير عملية التزوير وإعطاء الكثير من المواطنين حقهم في السكن بطبيعة الحال لأن التزجيل سيكون إلكتروني وهو ما يجعل الشروط التي تتوفر في طالب السكن حدد وواضحها أخلقة الحياة العامة وحماية المجتمع من ظاهرة التزوير وكذا التجسيد الشفافية والمنافسة الحقيقية في كل المجالات هو ما سنه قانون 24-02 المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور كما تم التحذير كذلك من التصريحات الكاذبة والتي تكون متعلقة بعدم الحصول على إعانة من الدولة وغيرها أحذر كل مواطن يقوم بإعداد تصريحات غير صحيحة من شأنها أن تدفع النيابة العامة من خلال السيد وكيل الجمهورية لدى دائرة الإختصاص أنه يقوم بتحريك الدعوة العمومية ضد هذا الشخص وتقديمه إلى العدالة بجريمة التزوير واستعمال المزور وإلى غاية اليوم لم تنفك الحكومة عن تبني إجراءات ذات بعد تضامني لصالح المواطن فسكنات عدل ثلاثة ستمكن المواطنين من اقتناء سكن بطريقة قانونية وعدم حرمان أي مواطن له الحق في ذلك خاصة وأن القانون يحمي المواطنين من التجاوزات المتعلقة بالتزوير واستعمال المزور كما جاء بتدابير احترازية للوقاية من جرائم التزوير وبعقوبات الردعية لكل من تسول له نفسه اقتراف هذه الجرائم طالب رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين طارق بولمرقى الحكومة بتقديم تسهيلات أكثر للمصدرين الجزائريين الذين بلغ عددهم أزيد من 1800 المزيد في هذا التقرير ما لا يقل عن 1800 متعامل اقتصادي معنى بالعملية التصديرية في وقت يزداد الطلب بقوة على المنتجات الجزائرية في الأسواق الخارجية بعيدا عن المحروقات مع التحضير لإطلاق معارض دائمة بها في القريب العاجل من التعامل هل اقرابنا في الأمور موريتاني سنينغال ولإنجاح هذا المسعى يطالب المصدرون بتقديم تسهيلات أكبر للمتعاملين الاقتصاديين وتشجيع التصدير من خلال السياسات والإجراءات المتكاملة على غرار تعزيز البنية التحتية اللوجستية وتقديم حوافز مالية وضريبية أكبر للمصدرين وكذا إنشاء برامج تدريب للمصدرين لزيادة كفاءاتهم ومعرفتهم بمتطلبات الأسواق الدولية ومعايير الجودة قفزة النوعية سجلتها الصادرات الجزائرية خارج المحروقات بانتقالها من 3.8 مليار دولار عام 2020 إلى 7 مليارات دولار هذا العام مع توقعات أن تقفز إلى 29 مليار دولار بحلول عام 2030 رهان يستدعي تضافر الجهود من مصدرين وحكومة لتعزيز الصادرات الجزائرية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني في سياق آخر أكدت مصالح الجمارك بأن الطرود الباردية التي تصل من خارج أرض الوطن تخضع للرقابة الدقيقة كما حذرت من انتهاك تشريعات المعمول بها والتي قد تؤدي إلى حجز الطرود المزيد مع نور الإسلام قليل البضائع المرسلة من الخارج عبر الطرود الباردية يجب أن تكون موجهة للاستعمال الشخصي أو العائلي ولا تكتسي طابعا تجاريا هكذا كشفت المديرية العامة للجمارك بخصوص المعالجات الجمركية للطرود الباردية القادمة من خارج الوطن فهي تخضع للإجراءات التشريعية والتنظيمية الساري العمل بها هؤلاء الأشخاص بعد حجز الطرود الباردية من طرف المدير العامة للجمارك في انتظار المتابعة القضية التي تثبته المتاجرة في نشاطات تجارية ربحية دون الحصول على الإذن أو دون تأسيس أي شركة من الأشكال المنصوص عليها في القانون التجاري والعلاقات التجارية الإرسالية المتكررة والتي تحتوي على نفس الصنف من البضائع بما في ذلك الهواتف النقالة المرسلة إلى نفس الأشخاص والموجهة إلى نفس العنوين بمحل إقامتهم يتم حجزها من قبل مصالح الجمارك وذلك لاعتبارها من أساليب التهريب التي ينتهجها بعض الأشخاص بغرض التملص من الإجراءات القانونية التي تؤثر عملية الاسترادة عملية استراد الهواتف النقالة خصوصا تخضع هي الأخرى لمعايير المطابقة المرتبطة بحفظ سلامة وصحة المواطنين وشروط الجودة وكذا تأمين البيانات الشخصية ومطابقة المعايير الأمنية ضد الأخطار السيبرانية المحتملة عند اقتناء الهواتف الذكية سواء أكانت جديدة مستعملة أو تم تجديدها إضافة إلى أن عملية استراد بعض البضائع الحساسة تستوجب رخصا خاصة مسبقا ككاميرات المراقبة والطائرات المسغرة دون طيارة أو ما يعرف بالدرون قانون العقوبات قد نص وقد اتخذ نصص قانونية رضعية جديدة فيما يتعلق بهذا الإطار هذا الشخص يتابع بتهم عديدة وهي أولا انتحال صفاء كذلك انتحال ربما الحصول على الممارسة في نشاط تجاري غير مؤهل وغير مصرح به قانون كل الترتيبات اللازمة يتم اتخاذها من طرف مصارح الجمارك التي تعمل لأجل تسليم الطرود الباردية التي تستوفي الشروط المطلوبة والتي لا تعرف أي انتهاكات قانونية ولا تكون بنية توجيهها للنشاط التجاري نجحت تجربة لزراعة دوار الشمس والتي تعد الأولى من نوعها في مجال الزراعات الزيتية بولاية الشلف بعد أن بلغت نسبة النجاح 40% حيث تعد هذه الشعبة مهمة في تعزيز القطاع الفلاحية وتنويع المحاصيل الزراعية على الدين حريشان وتفاصيل في إطار توسيع مجال الزراعات الزيتية أجريت تجارب لزراعة دوار الشمس بولاية الشلف وذلك بغية المساهمة في توفير المادة الأولية لصناعة الزيوت محليا في حين أن هناك بعض المحاولات في ولايات مختلفة عبر الوطن تسعى إلى توفير المادة الحيوية لصناعة زيت المائدة تجربة زراعة عباد الشمس في ولاية الشلف لهكتارين أي تجربة في مجال الفلاحي نتمنها إلا أننا نقول أن المنطقة كان يزرع فيها منذ تقريب عقدين من الزمن مرات يعني كان يزرع عباد الشمس في المنطقة وكان يزرع التبغ يعني ولاية شلف منطقة خميس مليانة منطقة حتى الحدود البلدية بمدفع كان يزرع مثل هذه الزراعات عباد الشمس اللي نصنعه منه الزيت وبنجر السكر لنصنعه منه سكر ربما يعني غياب يعني رؤية واضحة يعني مستقبلية قريبة المدى وبعيد المدى هي اللي خلاتنا يعني نتخلى على بعض الصناعات واليوم نريد أن نرجع لها رغم أن كانت عندنا تقاليد تجربة زراعة دوار الشمس في منطقة الكريمية بولاية الشلف حققت نجاحا ملحوظا على مساحة هكتارين هذا الموسم من ضمن مساحة تجربية كلية تقدر بحوالي خمسة هكتارات حيث بدأت المزرعات في الإزهار وتأقلمت مع مناخ المنطقة بالرغم من بعض العلاقين المناخية والتقانية وتطمح المصالح الفلاحية لبداية شلف توسيع مساحة زرع دوار الشمس في المواسم القادمة مع انخراط عدد أكبر من الفلاحين والخباراء خصصت فرنسا غلافا ماليا ثقيلا لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية حيث بلغ حوالي 9 مليار يورو واعتبر المسؤولون الفرنسيون أن الغلافة وبالرغم من ضخمته اقتصاديا من شأنه أن يعكس صورة معنوية مشرفة للبلاد تفاصيل أكثر مع مروح الدون قبل الحفل الافتتاحي المسمع في السادس والعشرين جويليا لا يزاد البزراء المعنيون والمراقبون الماليون يترقبون التكلفة النهائية والمكاسب المالية التي ستحققها ألعاب باريس 2024 حيث تتوقع السلطات الفرنسية في تقدير آني أن تبلغ تكلفة هذه الألعاب نحو 9 مليار يورو أو ما قدره 9.6 مليار دولار أمريكي على الرغم من أن تأكيد الرغم الرسمي يحتاج إلى وقت إضافي فالتكلفة غالبا ما تكون صعبة التوقع وعلى سبيل المقارنة بلغت تكلفة أولمبيا توكيو 2020 حوالي 12.9 مليار دولار بينما وصلت تكلفة دولة لندن عام 2012 إلى 15 مليار دولار في الجهات الأخرى يتوقع أن تمنح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 دفعة اقتصادية بقيمة تتراوح بين 6.7 و 11 مليار يورو بحسب دراسة أجرتها الجهات المنظمة لدورة الألعاب وبالنسبة إلى السياح فمن المتوقع أن يزور باريس حوالي 15 مليون سائح من بينهم مليونين من الخارج وبحسب هيئة السياحة في باريس يتوقع القطاع السياحي أن يجدي ما يصل إلى 3.6 مليار يورو من خلال هذا تسعى فرنسا إلى أن تنفرد للعام الثالي على توالي احتلالها المركز الأول لتكون بهذا الوجه السياحي الأولى في العالم بالنسبة لمحافظ بنك فرنسا فإنه يرى أن هذه الدورة سيكون لها تأثير نفسي أكثر من تأثيرها الاقتصادي فهي فرصة للترويج للوجهة الفرنسية حول العالم مما قد يجذب في نهاية المطاف سياحا أكثر واستثمارات جديدة وفي الرياضة تتجه أنظار العالم إلى العاصمة الفرنسية التي تستعد لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية وسط أجواء سياسية مربكة وذلك بعد تصدر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بقيادة جوغدان بغدلة الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية البرلمانية المزيد مع الزميلة صني الضتقاوي مع اقتراب أولمبياد باريس 2024 تتزايد المخاوف بشأن التهديدات المحتملة من قبل الجماعات اليمينية المتطرفة خاصة بعد تصدر التجمع الوطني اليميني نتائج الجولة الأولى فباريس ترغب في جعل الألعاب الأولمبية التي ستستضيفها الأكثر استدامة حيث تقوم السلطات الفرنسية بتعزيز الإجراءات الأمنية بشكل كبير وكان من المقرر أن يكون حفل الافتتاح على ضفاف النهر حدثا مجانيا مفتوحا للجمهور يجسد روعة مدينة باريس للعالم لكن مع ازدياد التهديدات خشت السلطات الفرنسية من أن تصبح مثل هذه الحشود هدفا مغريا للجماعات المتطرفة لكن للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ثقة كبيرة في إنجاح هذا الافتتاح مؤكدا أنه في حال تأزم الوضع ستكون الخطة البديلة حاضرة وأقرت الجمعية الوطنية الفرنسية قوانين خاصة ستطبق خلال الألعاب الأولمبية حيث تتوقع باريس أن تستقبل حوالي عشرة ملايين زائرا حلال البطولة وستسمح هذه القوانين بمجموعة من الاجراءات منها استخدام الجيش والمراقبة الشاملة بالفيديو يتحكم فيها الذكاء الاصطناعي وستكون هذه هي المرة الأولى في الاتحاد الأوروبي التي سيتم اللجوء لاستخدام هذا النوع من التكنولوجيا لكن رغم الترتيبات والإجراءات المحكمة إلى أن المخاوفات تلقي بظلالها بعد انطلاق التظاهرات الاحتجاجية ضد فوز يقص اليمين في الدورة الأولى من الانتخابات فيما ستنعقد الدورة الثانية في السابع جوليا صعوبات كبيرة ستواجهها عاصمة الأنوار لإنجاح هذا الحدث الرياضي الذي تزمن مع سياق سياسي مفخخ قد يعرقل السير الحسن للألعاب تعرضت ألمانيا البلد المستضيف للنسخة 17 من كأس أمام أوروبا إلى حملة من الانتقادات الواسعة بعد مختلف الأحداث التي شهدتها من مشاكل تنظيمية إلى مواجهة تحديات غير متوقعة على مستوى ملعبها المزيد مع الزميل أيمن فريحة موجة من الانتقادات عصفت بألمانيا البلد المستضيف ليورو 2024 فبعد أن كانت ألمانيا أمام فرصة لاستعادة بريق تنظيم المسابقات الأوروبية منذ مونديال 2006 وجدت نفسها أمام عاصفة من الانتقادات طالتها بسبب المشاكل التنظيمية التي طغت على هذا الحدث الرياضي حتى في أصغر التفاصيل الملاعب الألمانية والمعروفة تاريخيا بجودتها واجهت تحديا غير متوقع إذ أصبحت أرضيات ميادينها في المباراة أشبه ببحيرات صغيرة بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها مختلف مدن البلد المستضيف والتي أدت إلى تسرب المياه من سقف الملعب إلى أرضية الميدان مما تسبب في التوقيف المؤقت لعدد من المباراة وتأخر الطلاق بعضها وما زاد من حملة الانتقادات الطريقة البدائية التي حاول من خلالها عمال الملعب تصرف المياه مشاكل تنظيمية ترجمت إلى أحداث عنف وسرقة بعد أن باتت ملاعب يورو 2024 مصلحا لأعمال الشغب والتي تكررت في مباراة كل من إنجلترا وسربيا تركيا وجورجيا إلى سرقة أجهزة التحليل الخاصة بمنتخب سويسرا من البنية التحتية والمشاكل التنظيمية إلى انتقاد خدمات النقل بعد الإزدحام والإضطرابات المرورية على مستوى مختلف محطاتها وطرقات المدينة والتي وجدت الجمهور المقتني للتذاكر أمام استحالة الحضور إلى المباراة في الوقت المحدد أحداث لا تتوافق مع صورة ألمانيا الرياضية المعروفة بها جعلت تدخل دائرة انتقادات وسائل الإعلام المحلية والعالمية التي أجمعت على فشل نسخة ألمانيا في التحضير الأمثل لها بعيدا عن إثارة المباريات والمفاجآت التي شهدتها هذه النسخة نهاية النشر مشاهدين لا تذكير بالعنوين رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون يشرف على حفل تخرج الدفعات بالأكاديمية العسكرية الرئيس الراحل هواري بومدين بي شرشان عقوبات مشددة تصل إلى عشر سنوات سجنا للذين يقدمون بيانات ومعلومات مزورة في ملفات الحصول على سكانات عدل ثلاثة فرنسا تنفق المليارات بحثا عن المجد الأولمبي وصعود اليمين يثير المخاوف من مجريات أولمبياد باريس ٢٠٢٤ شكرا على حزن الإصغاء والمتابعة أمسيا ضيبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر